ابدأ اشطب ازاي وايه هي بنود التشطيب اول حاجة بتعملها لازم تعمل زيارة للشقة او الفيلا اللي انت هتبدأ تشطبها عشان تبدأ تشوف الوضع الحالي عامل ازاي وتسمع كمان من العميل كل متطلباته وكل اللي هو عايز حققه جوه الشقة او الفيلا بتاعته ببدأ اعمل حاجة اسمها رفع مساحي للوضع الحالي هبدأ ارسم الشقة على اي برنامج سواء اوتوكاد او الريفت وعمل لها فرش طبعا للفراغات علشان العميل يبقى عارف وظيفة كل فراغ عاملة ازاي وطريقة فرشها هيكون شكلها ايه وخلي بالك مرحلة الفرش دي مهمة جدا جدا لان هي اساس كل حاجة في شغلنا بعد كده مثلا لو انا عندي قودة نوم العميل مش عارف هيخط السرير فين والدولاب فين وانت دخلت تشطب بناء على كده سداني هتحصل مشاكل كتير ابسط مشكلة ان هتلاقي البريزة او الفيشة اللي هيبدأ يستخدمها مش موجودة جنب السرير ممكن تلاقي فيه فيشة وراء دولاب فهتلاقي ان الموضوع مش مزبوط لان من البداية انت مش عارف فرش الفراغ هيكون شغال ازاي مش هطول عليك بعد اعتماد المرحلة دي بتبدأ تعمل 3D للمشروع ونصيحة ليك اعمل 3D بناءا على موب بورد عشان المرحلة دي ما تطولش منك قوي يعني ابدأ فهمه المدارس التصميمية اللي ممكن تشتغل بيها وبناءا عليه ابدأ اعمل 3D علشان خاطر ما احصلش اي خلافات بعد كده في التصميم بعد ما بتعتمد التصميم بتعمل حاجة اسمها رسومات تنفيذية او ووركينج علشان خاطر تقدر تعمل منه مؤيسة الشقة لان العميل من حقه يعرف الشقة تقريبا تشتبها بناءا على التصميم اللي انت عملته هيكلفه قد ايه وكمان علشان يساعدك في التنفيذ تبقى عارف ابعاد كل حاجة ما كانها فين صدقني المرحلة دي مهمة جدا 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 سواء ليك كمهندس او حتى ليك انت كعميل فيه ناس بتقولك انا ليه ادفع فلوس في التصميم ما انا ممكن اشتغل على طول او اجيب شوية صور من عندك ابدأ انا في زن صدقني الموضوع ده هيعملك مشاكل كتيرة جدا ووجود تصميم للشقة هيوفر عليك وقت ومجهود وفلوس ومشاكل انت بغنى على لانك لو فكرت تنفس حاجة وفي الاخر اكتشفت ان هي ما عجبتكش وحبيت تغيرها هتخسر فلوس فما تسترخص في التصميم خلينا نرجع بقى الموضوعنا وهو ايه هي بنود التشتيب خلينا اقول لك ايه هي بنود التشتيب بس مش بالترتيب اللي انت هتحفظه لان انت ممكن تغير في بعض الترتيبات ما لا يضر بالشغل او ما لا يضر بالعمل لان انا زي ما قلت لك ان التشتيبات ما بتتحفظ انت مش هتخش كأنك اله هتبدأ تشتغل واحد اين تنة اربعة تلاقي وبالشقة خلصت والموضوع ده انت هتكتشفه معي خلال الكورس هتفهم امتى اقدر ابدل ده مع ده او امتى دخل البنود دي مع بعض او امتى لازم استنع البند ده قبل البند دوت عشان ما يعمليش مشاكل بعد كده اول مرحلة بنقول عليها مرحلة التأسيس مرحلة التأسيس بتشمل بند التعدلات المعمرية وده بند بيتم في الهدم والبنى يعني ممكن اقصر حيطة ابن حيطة اقفل شباك انقل مكان باب بعد كده بتخش ببند تأسيس كهرباء وعندك كمان بند تأسيس سباكة وكمان بند تأسيس تكيفات عندنا بند العزل طبعا كل بند هنشرحه بتفاصيله في فيديو منفاصل فما تطلق بطش بعد ك ايه بيدخل معنا كزا مرة برضو هنيفهم ليه قدام في بعد كده عندك بند جيبسون بورد بند حوائط وارضيات بند النجارة بقى والحاجات الجهزة اللي هي طالعة زي الاجواب الجهزة بديل الرخام التاكسيات وغيره بقى كتير البند ده الواحدة اصلا هاخد مننا كزا فيديو طبعا عندنا بند الالموتال او اليوب في سيها عندنا بند النقاشة عندنا بند السيكوريت بقى والمرايات لو انا عندي حاجات سيكوريت ومرايات بند الرخام طبعا لو انا هشتغل الرخام في بعض المناطق وهتلاقي بند السباكة والكهرباء رجاع لك تاني بس دي مرحلة التشتيب بتاعته اه خليني اقولك على حاجتين مهمين هنتفق عليهم طول فترة الكورس اول حاجة وللمرة المليوني اللي بقولها التشتيبات ما بتتحفظ لان كل تصميم وكل مكان انت هتشطبه ليه ظروفه الخاصة وليه تفاصيله والكلام ده برضو هيوضح اكتر في الفيديوهات الجاية تاني حاجة بقى كل شيخ وليه طريقة زي ما بيقوله بس مش في كل الحالات طبعا في حاجة اسمها الصحة واصول الصناعة ودي حاجات مفيش خلاف عليها لكن في بعض البنود ممكن تدخل مع بعض زي ما قلت او في بنود ممكن ترتيبها يختلف على حسب طبيعة المشروع حسب ما انت شايف مين الاصحة للمشروع وايه اللي هيخدمه اكتر طبعا الدنيا بتتطور وكل يوم بيظهر حاجات جديدة الكورس ان شاء الله هيفضل مستمر بعد ما نشرح كل تفاصيله اي حاجة هتظهر جديدة هتلاقويني ببدأ اعمل عنها فيديو بتكلم عنها بالذات لو انا كنت فعلا مجربته الفيديو الجاية هنتكلم عن اول بند وهو التعديلات المعمارية وبالاخص بند المباني